وحدة وحدة وبالرح ويمكن سبحان الله لسه ريهام إلا الجملة اللي كنت بقولها إمبارح المسألة كلها متعلقة بأزمة عالمية بس كده خلاص آه نشتغل علشان نقلل من حجم الصدمة اللي تسببت فيها الحرب ومن قبلها الكورونا هنشتغل وهنعمل اللي علينا وبالمناسبة بنعمل اللي علينا وزيادة أنا أنا بس عايزك تلاحظ نقطة مهمة جدا مصر بتسدد المديونيات اللي عليها وده عكس تماما ما تم الترويج ليه في أو خلال بضع شهور سابقة وتم الترويج ليه للأسف الشديد للأسف الشديد لا 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 سيبكم الإخوات للأسف الشديد من بعض الناس جوه عندنا وأنا أحسابهم أن هم الناس بتحب البلد وكويسة وميد فل و14 بس هم تشاقموا أكتر مما ينبغي وأكتر من اللازم وسودوا الصورة علينا قوي وعلى ما يبدو تصوراتهم لم تكن تقترب من أي شكل من أشكال الدقة بحال من الأحوال أهو مصر بتسدد اللي عليها في مواعدها وعشان كده بتلاقي أنه المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الاقتماني ما عندهاش مشكلة خالص مع مصر تصفها دائما بالإجماع بأنها إما مستقرة أو في إطار صاعد ما فيش حد ألهبط دي خالص ده أنا بكلمك على تصنيف الاقتماني تصنيف الاقتماني يا عزيزي يعني قدرتك على سداد الأعباء اللي عليك دين بكله على بعضه دين يعني أصله بفويده عشان برضو ما تنجرفش وراء أصلحنا بنسدد الأصل وبنسيب الفويد ده كلام هنتريش على الرأي عمر أديب أي كلام مش حاجة اسمها كده ده واحد يبقى مصر في ظل أزمة مستمرة من نهايات 2019 أزمة في العالم عشرين كلها واحد وعشرين كلها اتنين وعشرين كلها وأزمات اقتصادية متراكمة يعني ما بين الكورونا لما بعد الكورونا ذهابا إلى الحرب الأوكرانية الروسية تلات سنين تراكم أزمات اقتصادية وبالرغم من ذلك واحد تسدد اللي عليك اتنين مستمر في معركة بناء كبيرة جدا 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 لمصر مصر مش بتبني بيوت وبس مصر مش بتبني كباري وطرق وبس مصر بتبني نفسها من أول وجديد بتبني اقتصادها من أول وجديد بتعمل مدن حرفيا كانت تراب وتحولت الآن إلى مدن العالم بيتكلم عن اللي احنا عملناه وده اللي يغيز العالم مقدر اللي احنا عملناه شايف ان اللي احنا عملناه ده كبير جدا 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 أنا شفت مرة تقرير والله من أسبوعين ولا حاجة قالوا كده قالوا لم يبقى للمصريين إلا أن يبنوا مدنا في الفضاء وقلت لكم وقتها عشان أفكرك هيجي يوم وهنروح نصور فبقير وفرجك اللي بيحصل فبقير عمل إزاي ده خيال ولا كنت تتصوره وبالمناسبة إلا فبقير ده مش معمول في المنطقة بالكامل من أغنى دولة في المنطقة مش معمول احنا عاملين الأكبر والأحدث والأقوى والأكثر استدامة واللي بيحافظ على البيئة يعني اشتراطات ما قولكش طيب بتسدد في ديون وبتبني بلد من أولها كانت مفروطة العقد للأسف الشديد دي حاجة اتنين ده انت كمان في ظل كل ده واللي احتياطي بتاعك اتهز شوية وبيعيد بناء نفسه وعمال بيصعد هتقول لي بيصعد في حالة حابو بيصعد هو مين في الدنيا كده بجد يعني مسألة انعدام الثقة والعمل على افقاد المصريين ثقتهم في أنفسهم مش هقولك ثقتهم في الرئيس ولا ثقتهم في الحكومة وفي نفسهم دي موجودة طول الوقت عشرات السنين كان قبل كده اصلا عندك انظمة او نظام بيحكمك معقدك من نفسك وبيفهمك انك انت الله تصلح انك تعمل شيء وبيقولك خلاص انت ما تعرفش وما تنفعش تصنع مش ده كان بيتقال نستورد احسن المهم الى نظام تاني خالص يجيوا لك هو انت تقدر مش بس تصنع لا ده انت تصنع وتوطن التصنيع وتوطن التكنولوجيا وتستثمر في البحث العلمي وتجيب ولادك اللي بره تستعين بخبراتهم هنا الى اخره انا عايز ايه تاني اسد الديون واتعرض لهالذات فابدأ اتعافى وابدأ يتحرك لاحتياطي النقد بتاعي للامام ايجابيا واسد واسمه ايه ده وما عنديش ازمة سلعية عندي ازمة ارتفاعات اسعار لكن ما عنديش ازمة سلعية المانيا عندهم الازمة السلعية وارتفاعات الاسعار ايطاليا شرحوا انجلتالة شرحوا فرنسا شرحوا السويد والدنمارك شرحوا انت عندك ازمة ارتفاعات اسعار بس الف حمد وشكر ان انت ما عندكش ازمة سلعية انت ما عندكش حاجة نقصة كله موجود غالي يا يوسف بس موجود طيب وبعدين تلاقي ان الامور قاعدة عملة بتحلحل كل الغرض من اللي انا بقولهلك ايوة يا فندم حضرتك تقدر ده انت تقدر قوي اقول انت فاكر كل اللي بيجرى ده ازاي اللي بيجرى ده علشان احنا كلنا بنشتغل المية وخمسة مليون مصري بيشتغلوا بس احنا نقدر نشتغل اكتر قدرتنا الزهنية قدرتنا العقلية قدرتنا البدنية حجمنا الانتاجي يقول ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده 10-15 مرة كمان انت متصور لو احنا كلنا كلنا القوة العاملة المصرية كلها يقولك كده الليبر فورس كلها بتشتغل بانتاجية متوسطها زي المتوسط العام في العالم من خمس لست ساعات يوميا انتاجية ده المتوسط العام مش احسن حاجة يعني المتوسط في النص كده انت عارف حجم اقتصادك يتضاعف كم مرة اصلا لو قلتلكوا حجم الانتاجية عمديني هنا هنزعل مفيش داعي بس لو اشتغلنا خمس ساعات صافي في اليوم حجم اقتصادك يتضاعف فوق العشرين مرة لك انت تصور ساعتها حجم دخلك يبقى عمل ازاي الخدمات اللي بتقدملك تبقى عمل ازاي شكل مصر يبقى عمل ازاي وظن ان كل واحد فينا في قرارة نفسه يعتقد بل يظن بل عنده يقين انه هو وبلده يستحقه ده وبعد شوية بالمناسبة هنتكلم عن اللي حصل في سواك